إذا أشأل الجماعة رأت أنها في حاجة إلى من يفجر نفسه في الآخرين إذا أشأل الجماعة رأت أنها في حاجة إلى من يفجر نفسه في الآخرين ويكون هذا أمرا مطلوبا وتدبر الجماعة كيف يفعل هذا بأقل الخسائر الممكنة وإذا استطاع أن ينجو من بنفسه فليفعل إنما لا يترك هذا للأفراد وحده ليس هناك إلا بقالة العلماء للأسف الذين يتحدثون بالباطل ويدعون لمناصرة بشار الأسف عالم واحد هو الذي فقد هويته وفقد عقله وفقد كل ما يعني ما في الناس العقلاء الشيخ البوتي سعيد رمضان البوتي ترجمة نانسي قنقر